احبائي في الله وصفه الامام الذهبي بقوله الامام الكبير الحافظ الامام الكبير الحافظ ابو محمد الجمحي مولاهم مولا اي كان يباع واشترى ومع ذلك اصبح عالما لا حجة لك في عدم التفقف الدين الذم فيك وعليك بسبب قلة همتك واغتنام اوقاتك وإلا الامر متاح خادم يصبح عالما مولاهم المكة الاثرم احد الاعلام وشيخ الحرم في زمانه اصبح شيخ الحرم في زمانه غلد في امرة معاوية من ابي سفيار رضي الله عنه سنة خمس او ست واربعين اذا كان الصحابة موجودون فاذا سيكون قد سمع من اكثر من صحابي نعم سمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر سمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وانس 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 ابن مالك اذا وغيرهم من الصحابة وحدث عنه ابن ابي مليكة وهو اكبر منه ابن ابي مليكة اكبر من عمر بن دينار ومع ذلك اخذ عنه العلم و قتاده باندعامه والزهري محمد بن مسلم الذي اختربت ترجمته وايوب السخياني وماذا نسمي في علم المصطلح عندما يروي الكبير عمن هو اصغر منه نعم رواية الاكابر عن الاصاغر فهذه مبحث هذه فيها مؤلفات مسألة فيها مؤلفات حتى لا يختلط على الطلبة كيف الكبير يروي عن الصغير نعم وقالوا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه قال شعبة ما رأيت في الحديث اثبت من عمر بن دينار من عمر بن دينار وقال ابن عيين كان عمر موضوع؟ شكرا لكم